عبر المجلس العلمي الأعلى عن استنكاره الشديد لما ورد في فيلم تم انتاجه مؤخرا تحت عنوان سيدة الجنة وعن رفضه القاطع للتزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي وجاء في بلاغ للمجلس حول فيلم يمس مشاعر المسلمين إن المجلس العلمي الأعلى الذي يتشرف برئاسة مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس أعزه الله صبط النبي الأمين يعبر عن استنكاره الشديد لما ورد في هذا الشريط المشؤوم وعن رفضه القاطع للتزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي هذا التزوير الذي يسيء للإسلام والمسلمين وترفضه كل الشعوب لكونه لا يختم مصالحهم العليا بين الأمم في هذا العصر بالذات وأوضح المجلس العلمي الأعلى أنه تبين له بعد اطلاعه على ما ورد إجمالا في هذا الفيلم أن كاتبه ينتمي لطيار شيعي نزعت منه الجنسية الكويتية نظرا لأفكاره المتطرفة مبرزا أن هذا الشريط الذي يشكل تزويرا فاضحا للحقائق قد أقدم على فعل شنيع لا يقبله المسلمون والمسلمات ألا وهو تمثيل شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضاف أن الفيلم قد تجرأ بتحيز مقيت على استعمال شخص السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها لأغراض تلاقض روح الدين وحقيقة التاريخ مشددا على أن المقام الأرفع للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها عند جميع المسلمين وجميع المسلمات لا يحتاج إلى استعمال هذا التلبيس المنكر للكلام عنها كما أكد المجلس أن الافتراء على سيدنا أبي بكر رضي الله عنها الذي خصه رسول الله بأعظم شهادات من فضائح هذا الشريط وسجل المجلس العلمي الأعلى أن من يقفون وراء هذا الفيلم يهدفون إلى تحقيق الشهرة والإثارة والترويج لمنتوجهم وتحقيق أكبر نسب من المشاهدة والمتابعة من خلال المسي بمشاعر المسلمين وإثارة النزاعات الدينية وأهاب المجلس بسلطات مختصة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع اشتركوا في القناة